بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم يا شباب في درس جديد في هذا الدرس سوف أشرح كيفية عمل type script زائد delete يعني مثلا هو الآن يكتب وعندما ينتهي من الكتابة سوف يمحي نفسه تلقائيا طبعا لو فتشت على اليوتيوب أكتر يتم شرحين type script منه شرحين كيفية عمل كيفية يمحي نفسه تطبيق بسيط جدا طبعا يا شباب أنا أعطيته هذا الدف بعض التنسيقات في CSS أنا عندي الآن كزا متغير هزا لسنا بحاجة لي عندي دف اي دي تاست وهزا هو اسم هو دف عندي أنا عملت متغير تايم 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 سري سنستعملهم الآن إن شاء الله وعندي متغير تايم هذه مكتوب نضع فيه string رأيتم لأنه من نريد أن نكتب جملة نضعها داخل string عندي clear وclear to هذا كمان نشرحه له لاحقا وعندي t equal 0 لنبدأ الآن بعمل التطبيك التطبيق عبارة عن شغلتين. الشيء الاول هو التطبيق الذي يكتب. نظام function وليكن type. والفانكشن الثانية هي للدلت. لنبدو نحن بالفانكشن الاولى. انا عندي هذا text يساوي this is. انا سوف ابدأ ساقول له ماذا؟ ساقول له def.innerHTML وهذا def الذي ستظهر فيه النتيجة. الذي هو هذا يساوي ماذا؟ يساوي text t يعني يساوي text zero بعدان one وهنا اقول له t equal t زاد واحد لنضغ بالtime لكل set interval رأيتم set interval وهنا نضع اسم الفانكشن وليكن مثلا كل سنية واحدة شغل هذه الفانكشن الرأيتم؟ الان الان هو ماذا يعطيني انا قلت له text to save t و t to save t plus one هنا text to save t يعني t الت هي zero سيقرأها اول مرة zero وهنا سوف يقرأ t plus save t زاد واحد يعني zero زاد واحد يعني واحد سيعندما يعيد الفانكشن اصبحت t واحد وسيعيد نفسه طيب الان هو equal مثلا مرة zero one two three كذا انا سوف اضع له الآن زاد يساوي يعني اذا لو هنا كان zero وعطاني t او لما يصير t مثلا واحد سيعطيني h سوف يزيدها زاد يساوي اكيد الكل لازم يكون عارف ما معناها ارأيتم بس شوية الوقت يا شباب ارأيتم الان الكود يعمل طيب نحنا حنصبت هذه المشكلة سنقول له if t يساوي يساوي text dot length text dot length لا عليك سوى ان تعمل هذا المتغير اسمه clear نعمل clear نعمل clear للتاين clear يساوي clear interval وما اسمه المتغير تاين نضع هنا اسم المتغير لهذا اعطيناه set interval انظروا الان الان سوف يعمل ايوه الان اصبح الكود يعمل هل في اخطاء في الكونسول لا طيب اشتغل هذا الكود طيب يجب علينا الان ان نشغل function الذي يمحي نفسه اول شيء انا سوف اقول له وانا قلت له لو t يساوي text dot length يعني هنا 4 5 6 7 8 19 12 13 14 15 14 هزا كلها 19 نحن نبدأ من صفر يعني هو هيوصل على 18 وهو الاي اذا في حال صار 19 اعمله stop عندي متغير انا هنا اسمه اي طيب الاي سوف نستخدمه لهذه الفنكشن الاي يساوي text dot length ناقص 1 يعني text dot length ما هو 19 19 ناقص 1 يعني 18 يعني هو سيبدأ من 18 وينزل الى الصفر لانا اذا بدأنا من صفر يساوي 18 اما اذا لم نبدأ من صفر يساوي 19 لهذا نحن نلح لما كلنا هنا text dot length ناقص 1 18 يعني اقصد هذا الحرف اي هذه الفنكشن عبارة عن ماذا صفقة كلها صفقة كلها الان text الذي هو هذا يساوي ماذا يساوي text dot تذكروا خصائص الاري هنه خصائص كثير انا سوف استخدم sub str او sub string هنه اربع خصائص هيعملوا لك نفس النتيجة يعني اقول له يعرض لي من 0 الى ماذا الى الى ماذا هنه سوف يعرض لي من 0 من هنا الى 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 text dot length نقص بحد من هنا إلى هنا يعني من 0 الى 18 واقول له هنا i يساوي i سالب 1 انظروا يعني هنا اول شيء سيعرض لي 18 بعدان ال i اصبح 17 17 16 سوف يكرر نفسه الى ان يصل اذا هنا وصل الى 0 يعني اذا هنا انا قلت له if i يساوي يساوي 0 يعني اذا هو مثلا هنا 18 وداله عم ينزال i equal equal 0 اذا عملت stop الان سوف يبقى هز الحرف انظروا وبالتأكيد اقول له def.inner html يساوي ماذا يساوي تاكست يساوي هذا تاكست الذي سوف يعرض لي من 0 الى المتغير i نظروا ينحي اول انصر الثاني اه طبعا الى المتغير لان ننسينا ما نعمله clear نقول له clear to يساوي clear interval وما هو هزا الانترفال هو اسم المتغير هو اسم هزا المتغير بتاع هزا الفنكشن بتاع هزه الفنكشن ركزوا الان ركزوا الان طبعا او اسم مناسبة الان يبدأ ينقم هذا وهذا مناسبة اهر ايتم وصل اي على الزير ولا قد اعطاني هزا الحرف تي اقول له الان اف اي اصغر من زيره اعمل استوب الان التطبيق سيعمل الان ارى ايضا تطبيق وسيط جدا لو وضعنا الاي ناقص الاي يعني سالب واحد طبعا انت هنا تستطيع مثلا بعد الثانية واحدة من الكتابة يبدأ يعمل delete لنفسه تستطيع هنا وضع setTimeout وتضع مثلا هنا function فيها setInterval يعني شيء شيء قادي وسيط جدا مثلا هنا تستطيع ان تقول مثلا time3 يساوي مثلا setTimeout وليكن هنا function اسمها مثلا go مثلا بعد الثانية واحدة وهذه function go هذه الفانكشن فيها ماذا فيها time2 يساوي setInterval وهو هذه الفانكشن مثلا تشتغل كل ارى ايطم يعني هو استيقتي الى هنا لما يصير takeEx.lens هيشغل هذه الفانكشن هيشغل ليعمل setTimeout لهذه الفانكشن بعد ثانية واحدة بعد ثانية واحدة ستشتغل هذه الفانكشن ارى ايطم انظروا الان توقف الى ثانية واحدة ويرجأ بالعمل رأيتم هذا هو التطبيق تطبيق بسيط جدا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وبارك الله بكم انا هنا وضعت ستايم اوت لماذا لم اعمل كلير لانه ليس من الضروري فقط سيقرأها لانني اساسا يعني عملت كلير لهذه الفانكشن يعني خلت هذه الفانكشن تتوقف لما يتحقق هذا الشرط فهذه هي الفانكشن ستتوقف وسيقرأ هذا مرة واحدة فقط لان الفانكشن توقفت هذا هو التطبيق تطبيق بسيط جدا فقط وصلنا الى نهايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة